النيكس ليس مجرد توزيع لينوكس وإنما النيكس هو كمان مدير حزم النيكس باكيج مانجر هو مدير حزم خنف وشاري بإمكاني تثبيته على أي توزيع لينوكس تخطر على بالي وليس فقط النيكس أو إث بالإضافة إلى إمكانية تثبيته على ماك أو إث تثبيت أو تثبيت الحزم باستخدام النيكس باكيج مانجر بيسمح لي بإني أحصل على عدد ضخم جدا من البرامج اللي احتمال إنها ما تكون موجودة على توزيعتي مثل حالة البرمجيات اللي الرخصة أو اللايسنس الخاصة فيها ممكن إنها تتعارض مع سياسات التوزيع لنقول على سبيل المثال في دورة أو برمجيات أو برامج بإصدارات قديمة وأنا بدي الإصدارات الأحدث مثل ديبيان على سبيل المثال فتثبيت نيكس باكيج مانجر أو تثبيت الحزم باستخدامه على أي توزيع لينوكس بيعطيني الأدفانتج أو بيعطيني الميزة بأنه يكون في عندي أولا حزم بعدد أكبر من الباكيج مانجر الخاص بتوزيعتي وتانيا وهي النقطة الأهم أنه الحزم أو البرامج اللي بثبتها باستخدام نيكس باكيج مانجر هي برامج أو تثبيت جنوريشنل أو أجيالي بحيث أنه إذا صار في عندي خطأ بأحد الأبديتز اللي عمالي أعملها فأنا بإمكاني أرجع لجنوريشن قديمة بحيث أنه نظامي أو برنامجي يضل شغال على طول خلينا نشوف كيف رح نثبت النيكس باكيج مانجر على فيدورة أنا اخترت فيدورة بالتحديد لأن لو جينا للدوكومنتيشن الخاصة بالنيكس باكيج مانجر رح شوف أنه تثبيت النيكس باكيج مانجر على أي توزيع لينوكس ممكن أنه يتم بأحد شكلين إما أني ثبته لمستخدم واحد أو السينجل يوزر أو أني ثبته للمالتي يوزر أو على مستوى النظام بحيث أنه يكون متاح لكافة المستخدمين أنا بفضل أني ثبته كمالتي يوزر لحتى كل المستخدمين يكونوا قادرين أنه يثبته البرامج باستخدامه بس هم تجي عندي نقطة أو ليش أنا اخترت فيدورة بالتحديد لأن فيدورة مثل ما بنعرف أو للناس اللي ما بتعرف فهي بتستخدم الـ SE-Linux هلأ النيكس حاليا أو النيكس باكيج مانجر لحتى ثبته كمالتي يوزر بيتطلب مني أنه يكون الـ SE-Linux غير مفاعل أو معطل أو disabled هذا الكلام واضح تماما بالدوكومنتيشن اللي لا المالتي يوزر فالـ requirements أو require Linux running systemd with SE-Linux disabled هلأ عندي الـ systemd هاد الشرط محقق لأنه أنا موجود على فيدورة بس الـ SE-Linux مفاعل بشكل default على فيدورة فلو أجيت وحاولت ثبته كمالتي يوزر على فيدورة أو كل التوزيعات المبنية على ريل فإما لازم أني أعطي الـ SE-Linux أو ثبته كسينجل يوزر هلأ أنا ما رح أمشي مع الـ documentation الفعلية بس لو كنت بدي سبته على أي توزيع ما عدا فيدورة فكلمة علي أني أعمله أني أنسخ الـ comment وإيجي للـ terminal وأعمله عملية paste ورح يتم تثبيته بشكل سلس وبغاية البساطة وبعد ما أعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر رح يكون جاهز للاستخدام بس مثل ما حكيت أنا عمالي أشتغل على فيدورة فلهي الغاية في عندي repo موجود على الـ GitHub بيعمل لي في عليه عدد لا بأس في عدد جميل جدا من السكريبتات أو الـ installers اللي بتسمح لي سبت نيكس على أي توزيع لينوكس تخطر على بالي فهذا الرابط أكيد رح يكون موجود بسندوق الوصف هلا أنا لحتى استخدم الـ installers اللي موجودة هون لو أريت بـ readme رح شوف أنه عمالي اللي أني أعمل عملية curl أو إنسخ الـ repo بالكامل هلا أنا ما بدي كل الـ repo بس لو أشيت لقسم الـ installer scripts رح شوف أنه في عندي سكريبتات لتثبيته على كافة على أغلب التوزيعات اللي ممكن أنها تخطر على بالي فممكن أني سبته على void ممكن أني سبته على micro OS ممكن أني سبته على regular linux distros على أي توزيع تانية وأنا اللي بهمني على fedora اللي هو regular-nix-installer-se linux.sh هلا النقطة اللي ما حكيتها بالخطوة اللي قبلها هي وقت اللي أنا بنسخ هاد الـ comment هاد الـ comment هو عبارة عن script يعني هو بالبداية رح يحملي رح ينزلي الـ script اللي اسمها install وبعدين رح يوديها لباش ويقوم بعملية الـ execution أو تنفيذ الـ script هاد يعتبر نقطة أو صغرة أمان أنا دائما حكيتها أكتر من مرة بالفيديوهات وقت اللي بحمل أي سكريبت من الإنترنت لازم أني إقراها افتحها وشوف شو محتواها لحتى ما تكون عمالها تقوم بأي أمور shady أو أي أمور يعني ما لها مفهومة وممكن أنها تكون تأثر على أمان وخصوصية النظام بس هلأ هاي الـ script باعتبار أنه أنا عمالي حملها من موقع نيكس أو اس مباشرة فهي يعني على الأغلب مليون إنسان قبلي فتحوها وشافوا شو محتواها بس لازم أني افتحها هلأ بنرجع للـ script اللي بدي أستخدمها أنا فرح إيجي لهون ورح أفتح هاي الـ script رح إيجي وشوف الـ row بالكامل رح أنسخ المحتوى كله ورح إيجي للـ terminal وباستخدام أي محرر نصوص أنا رح استخدم الـ NeoVim رح أنشئ مجلد ملف جديد اسمه installer.sh ورح أعمل عملية paste للمحتوى اللي نسخته من هاي الـ script لو بدي أقرأها فممكن أني أقرأ المحتوى بالكامل هلأ لنفطرت أنه أنا خلصت من مراجعتها وما فيها أي مشاكل فرح أحفظ هات الملف لازم أني أعمل هاي الـ script executable فرح نقل له chmod plus x installer.sh هلأ اللي ضل علي لحتى أني سبت الـ next package manager أني قل له . forward slash installer.sh رح أعطي password السودو ورح يقوم بعملية تثبيت الـ next package manager على filora بعدها رح يكون علي بس أني أعمل reboot بس خلينا نشوف أنه أول شي رح يعمل إياه أنه عطل بشكل أو مو عطل بشكل بشكل مؤقت حول الـ se linux من الـ enforcing للـ permissive بس بعد ما أعمل إعادة التشغيل رح ترجع لـ enforcing فبهي الحالة الـ se linux بعدها شكالة وما عطلتها طيب هلأ عملية الـ installation خلصت مثل ما اللي شايف عماله يقول لي أني أعمل reboot بس قبل ما أعمل reboot أنا ليش اخترت هاد الـ installer بالتحديد وما مشيت مع الـ installation الـ manual installation لأني لو قريت بالـ output اللي عماله يطلع عندي أنه ما بس سبت لي الـ package manager وإنما قام بعملية الـ configuration اللي لو قريت بالـ documentation الخاصة بـ next رح يقول لي أنه في عندي كتير مثلا environment variables لازم أني قوم بضبطها بشكل يدوي في عندي بعض الـ configurations اللي لازم أني أعملها فهذا الـ installer عمل لي كل هاي الأمور بشكل أوتوماتيكي أثناء عملية التثبيت فهلأ مثل ما حكيت ما ظل علي غير أني أعمل restart طيب هلأ بعد ما عملت restart خلينا نشوف إذا صار الـ comment أو الـ next comments متاحة للإستخدام فلو قلت له next dash وبعدين ضغطت tab tab رح شوف أنه صارت كل الـ comments الخاصة بـ next متاحة عندي فأنا اللي رح ركز عليه بالفيديو اليوم اللي هو الـ next dash channel الـ next dash ENV والـ next dash shell فهلأ لو قلت له أنا بعد ما ثبتت الـ package manager أول شي لازم أني أعمله هو أني ضيفت channel جديدة أو اللي هو الـ repo اللي رح يتم تثبيت البرامج بإستخدامه اللي حتى أعرف شو اللي بدي أستخدمها فبرجع للـ documentation الخاصة بـ next OS مو بضرورة يكون الـ next package manager فلو إجينا للـ next channels طبعا كل هاد الكلام كل هاي الروابط رح تكون موجودة بسندوق الوصف فبـ next channels رح شوف أنه في عندي الـ official channels أنا بفيديو اليوم رح اختار الـ stable channel اللي هي الـ next 23.05 فلحتى ضيف channel رح يجي وإنسخ الأمر اللي هو add a primary channel فرح إنسخه بالكامل لنهايته رح إل له ctrl c ورح نرجع للترمينال وإل له ctrl v بس رح غير الـ channel name هاد بدي حط اسم القناة اللي بدي أستخدمها فرح نقل له الـ slash وبعدين رح إيجي وأنا مثل ما حكيت بدي أستخدم الـ channel الـ stable channel فرح إنسخ الـ next أو s-23.05 ورح أعمل له عملية paste بهذا المكان هلا لو قلت له next-channel space-dash update وبعد ما خلص من تحديث أو من عمل update للـ channel أو للـ repos لو قلت له next-channel space-dash-list رح شوف إنه الـ next os أو الـ 23 الـ next os اللي أنا أمت بإضافتها بنهاية السطر هو عبارة عن alias لإسم الـ channel والـ channel الفعلية اللي كانت هي الـ 23.05 طيب هلا بعد ما أمت بإضافة الـ repo أو القناة لحتى اللي بدي أعمله أولاً إني دور على package ثانياً إني سبت package ثالثاً إني أحذف package وإذا كنت بدي أعمل إذا بدي أعمل rollback أو أرجع لإصدار قديم أو أرجع لجنوريشن قديم لجيل قديم أو إني أحذف جيل لأنه امتلت الزاكرة عندي فهي الأمور اللي رح نشوفها فأول الشي لحتى أني دور على packages فرح نقل له next dash env space dash q a وcapital p هلا الqa وال uppercase p اللي بيعملوا الq اللي هي الquery لحتى يدور ال-a اللي هي available والp اللي هي installable فأنا ممكن أني أستعيد عن هاي الأحرف اللي ثلاثة بالكلمات بالكامل فال-q فممكن أني أستعيد عنها ب--query بس أنا بفضل أني أستخدم الشورتكات ال-a ممكن أني أستعيد عنها ب--f-a level بس كمان مثل ما حكيت أنا بفضل أني أستخدم الشورتكات فرح نرجع dash qa وcapital p فخلينا بالبداية بعد محطيت هدول الأحرف رح حط اسم package اللي بدي أدور عليها فلنقول أنا عمالي دور على h-top فرح شوف أنه طلي عندي h-top موجود واسم الحزمة اللي هو next package أو next pkgs dot h-top طيب لو دورت على حزمة تانية لنقول لو دورت على neo-fitch فرح شوف أنه ما لاقى neo-fitch مع أني أنا متأكد أنه الـ neo-fitch موجودة على next os أو على next store على next repo فلحتى اتأكد أو لحتى شوفها رح أرش على نفس comment بس بعد ال-qap رح إله pipe ورح إله grab بعدين إله neo-fitch فرح نشوف إذا كان رح يلاقي neo-fitch بهاي الحالة أو لا فهلا متل ما اللي شايف أنه طلع عندي neo-fitch موجودة ومتل ما حكيت اسمها nextpkgs.newfitch هلا أنا أفضل أني أستخدم هاي الطريقة بالبحث عن package لأنه كمان اللي عمالها تعطينيها اللي هو الاسم اللي بدي أستخدمه second بدي أحذف package هلا خلينا ندور على الحزمة الثالثة اللي بدي أستخدمها اللي هي library office لأن بعدين بعد ما نشوف أنه الحزم اللي ثلاثة موجودة رح قوم بتثبيتها دفعة واحدة بدون ما قوم بتثبيتهم برنامج برنامج أو حزمة حزمة فمتل ما اللي شايف كمان أنه library office موجودة عندي وفي عندي أكتر من version ممكن أني اختارها ممكن أني اختار fresh مثل موجود على arch إذا الناس اللي بتستخدم arch تعرف أنه library office موجود عندي اللي هي النسخة الستيبل اللي fresh اللي هي latest release الإصدار الأخير وفي عندي ال bin اللي هي عبارة عن alias كمان فهلا أنا رح سبت الحزم اللي ثلاثة فرح نقل له لحتى سبت برامج باستخدام next package manager رح قل له next dash env رح قل له dash lower case a upper case a l-i اللي هي install وال-a اللي هي dash dash attr لحتى يكون في عندي الاستخدام الأمثل والصح لل command فهلا قلت له شو هو الفلاكس اللي بدي استخدمها بعدين لحتى سبت الحزمة ما بيكفي اني قل له edge top ولكن لازم قل لي اني قل له nextpkgs.htop مثل مظاهر عندي بعملية الكوري أو بعملية البحث فقلت له nextpkgs بعدين رح قل له الحزمة التانية next dot neo fetch وبعدين كمان الحزمة الأخيرة ورح نستنى انه يثبت الحزم الثلاثة هلا بعد ما يتم عملية التثبيت أنا هاي الحزم already كنت مثبتها ورجعت حزفتها فما طلي عندي اي output بس قبل ما نفتح هاي البرامج لو القينا نظرة على محتوى المسار اللي هو ls-la اللي هو slash next slash store رح شوف خلينا نصغر الخط شوي رح شوف انه في عندي كل الحزم اللي امت بتثبيتها والdependencies ليس فقط البرامج اللي ثبتتها بس الشيء الاهم بهذا المسار اللي هو انه قبل اسم الحزمة لناخد على سبيل المثال gcc قبل اسم الحزمة في عندي unique identifier اللي هو عبارة عن سلسلة او list من الاحرف والارقام المولدة بشكل عشوائي اللي بيعملوا هاد unique identifier او unique code هاد اللي حكيت عنه بالبداية انه عملية تثبيت برنامج او عملية عمل update رح تولد عندي لنقول عمالي متر ما حكيت حدث الfirefox من اصدار لاصدار فالاصدار القديم رح يكون في عنده unique identifier بالبداية ليش اسمه unique لانه ما بيتكرر مرة تانية لكل حزمة في الها هال محدد الخاص فيها فثبتت ال 115 جيد عمالي حدث الfirefox لل 116 فرح يكون في عندي محدد او في عندي identifier معرف جديد ببداية هاد استطر نفس الكلام بينطبئ على ال dependencies لنقول عندي برنامج الف وبرنامج باء البرنامج الف بيستخدم اصدار محدد من dependency اسمها X ولكن في لها اصدار محدد البرنامج باء بيستخدم نفس dependency اللي هي ال X ولكن بإصدار احدث هلا انا مسبت البرنامج B مع الإصدار الاحدث من dependency جيد بدي يسبت البرنامج ألف اللي بيستخدم الإصدار الاقدم هاد لو ما كنت عمالي استخدم ال next package manager فرح يصير في عندي conflict بين الإصدارات الخاصة بال dependency ورح كون قادر إما اني استخدم البرنامج ألف أو البرنامج B في حين انه على next package manager باعتبار انه في عندي هاد unique identifier فأنا وقت اللي بسبت البرنامج ألف رح يتم تثبيت ال dependency x مع unique identifier بيجي بدي يسبت البرنامج بق فهو رح يسبت هاي ال dependency نفسها ولكن بالإصدار الأحدث مع identifier مختلف تماما عن identifier الخاص بالإصدار الآدم بهي الحالة رح أخلص من ال dependency هل رح استخدم البرنامج ألف وباء مع dependency بنفس الاسم ولكن بإصدارات مختلفة فهلأ هاد الكلام أنا وقت اللي بدي افتح البرنامج ما رح يجي لهاد المسار اللي هو slash next slash store وإنما كل هاي البايناريز رح تكون موجودة ضمن مسار موجود على home directory في عندي مسار لو قلتله ls dash la smooth dot next profile هاد اللي هو dot next profile ضمن هاد المسار لست في عندي مسار تاني فلو قلتله ls dot next profile رح شوف انه في عندي مسار اسمه بين ضمن ال بين رح شوف انه في عندي البرامج اللي قمت بتسبيتها فخلينا هلأ نحاول انه نفتح ال edge top اللي انا سببته باستخدام next package manager شايف انه فتح عندي مباشرة هلأ في بعض البرامج اللي ممكن انها ما تفتح مباشرة على سبيل المثال library office احتمال انه يفتح واحتمال انه ما يفتح بس قبل ما اني اجي ال library office انا ليش سببتت new fetch مع اني نادرة ما استخدمه لانه لو قلت له new fetch رح شوف انه packages في عندي اللي تم تثبيتها باستخدام next package manager هلأ حكيت عن مشكلة library office او انا اعرضت مثال بس احتمال انه يكون عندي برامج تانية فهلأ هاي library office هاد الكلام اللي حكيت عنه لو فتحت اللانشر ودورت على library office شايف انه ماطلة عندي مع اني سببته هلأ لو اجيت لأفتح من terminal رح شوف انه اشتغل عندي طيب انا لحتى حل هاي المشكلة لازم اني ضيف المسار اللي كانت عمالي احكي عنه من شوي اللي هو الباث الخاص بالمستخدم بالاعتماد على الصدفة او الشيل اللي عمالي استخدمها فهلأ انا حاليا موجود على باش فرح افتح باستخدام الneo vim رح قل له .bash rc ورح اجي للقسم هلأ هاد هو موجود مباشرة عندي باث بس متل مالي شايف انه ما موجود فيه فرح اجي لنهاية السطر وبعد كلمة الbeen رح قل له نقطين كمان ورح نقل له capital ورح نقل له dollar sign home باحرف capital dot next dash profile ورح نقل له slash bin وفي عندي نقطين مرة تانية ورح نعمل عملية حفظ لازم اني اعمل log out وارجع اعمل log in طيب هلأ بعد ما عملت تسجيل دخول مرة رح شوف انه طلعت عندي مباشرة خلينا نجي للنقطة اللي حكيتها اللي هي الثيم انا قبل ما افتح الليبري اوفيس انا مثبت الـ tweaks ومثبت الثيم الخاصة بال gtk 3 اللي بتخليها مشابهة بال gtk 4 خليني مبدئيا نحط الثيم ال default وخلينا هلأ نفتح الليبري اوفيس فشايف انه الليبري اوفيس اخذ ثيم النظام خلينا نرجع للثيم اللي بدي استخدمها اللي هي ال-adw رح شوف مباشرة انه الليبري اوفيس استخدم الثيم الخاصة بالنظام على عكس الفلاتباك اللي ما بتسمحلي بهذا الشي طيب هاي جينا هاي شفنا موضوع تثبيت البرامج لو بدي احزف برامج فبنفس الشكل رح انستول او ممكن اني قل له dash ا انا رح خليها dash dash ان انستول وبيدي احزف ال-neo فتش فرح نقل له neo فتش فرح شوف انه ما طلع عندي ال-neo فتش ليش لانه ال-neo فتش لحتى اذا متل ما شفنا وقت اللي دورت عليه كان في له اسم محدد اللي هو كان neo فتش داش انستول ورح قل له neo فتش dash انستيبل فبهي الحالة شايف انه انحزف عندي البرنامج طيب حكيت انه انا ممكن اني استخدم برنامج بدون ما اني قوم بتثبيته رح ناخد على سبيل المثال ال-brave انا بعرف انه ال-brave موجود على مستودعات نيكس وماله موجود على فيدورا طيب انا نيكس داش بدل ما قل له env رح قل له dash shell space dash p اللي هي profile وبعدين رح قل له شو اسم البرنامج اللي بدي استخدمه وهو بهي الحالة رح يكون ال-brave متل ما حكيت فهلأ خليه يستنى يقوم بتنزيل الملفات اللي بدو اياها لسه ما قام بعملية التثبيت رح نثبيت هاد الكلام بعد لحظات هلأ عماله بس يجيب الملفات الضرورية لعمل ال-brave هلأ بعد ما خلص من جلب الملفات اللي بدنا نلاحظه انه انا حاليا صارت موجود ضمن ال-nex shell انا صارت بصدفة ال-nex وماعدت بصدفة الفيدورا او ال-bash هلأ لو قلت له brave رح شوف انه ال-brave فتح عندي مباشرة طيب تأكدت انه ال-brave اشتغل بس انا ما قلت له next env i يعني ما ثبت هلأ خليني اطلع من الصدفة اللي انا موجود فيها او من ال-nex shell رح قل له exit ورح قل له brave مرة تانية فرح شوف انه command not found فأنا ما ثبت له لو جيت ال-launcher وقلت له brave كمان رح شوف انه ال-brave ماله موجود لو قلت له ls-la-.nex-profile بين رح شوف انه ما تم تثبيت ال-brave هلأ لحتى ثبته ممكن اني ارجع وقل له next env وبعدين ثبت ال-brave بس اذا كنت بدي استخدم اي برنامج بدون عملية تثبيت بس استخدام لحتى ان اشرب فال-nex-shell هي الحل الامثل لهذه الغاية طيب الشيء الاخير اللي بدنا انشوف هو كيف ممكن اني استعرض ال-generations او الاجيال اللي موجودة عندي وكيف ممكن اني احسف ها فلحتى استعرض ال-generations اللي عندي رح قلو next env space dash list dash generations generations فشايف انه في عندي اكتر من generation اللي تم من وقت ما بتديت اني استخدم next كلهن بتاريخ اليوم بس شايف انه generation الحالي اللي عمال يتم استخدامه اللي هو generation 7 طيب انا الاجيال القديمة عمالها تستهلك من مساحة النصام بدي احزفها انا بس رح احزف generation الاول فرح ايجي بدل ما قاله list generation رح قاله delete وهلأ لازم حدد رقم generation اللي بدي احزفه فرح قاله الواحد فهلأ شايف انه تم حزف generation الاول لو رجعت ل least generation شايف انه ضل عندي من الاثنين ل السبعة بهذا الشكل منشوف انه next package manager هو افضل مدير ملفات مدير حزم package manager ممكن انك تستخدمه وبيتفوق على المفضل عندي لتاريخ اليوم اللي هو flatback فاذا صار عندي رقم واحد next package manager رقم 2 flatback وبأمان الله